السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 11 من الشبطر السابع مواصلين معكم الإجزامبل رقم 2 عشان نقدر نفهم الانفيرس ريفر رول في الحقيقة احنا بنقول في الإجزامبل ده ايه بقوله عندي نمرة واحد عاوزين نحدد ايه الطيب بتاع الإكليبريام دياجرام نمرة اتنين عاوزين نعرف الريأكشن اللي في هذا الكيرب نمرة تلاتة عند درجة حرارة 300 و200 و100 عاوزين نعرف الفيزس اللي عندي ايه والأمونت وفيز لمين؟ لي سبكتين 40% أصدير و80% أصدير وبعد كده بنقول سكيتش المايكرو سركشور إكسبيكتد عند درجة حرارة 200 أو 100 أو حتى عند درجات حرارة المختلفة هنفكر ازاي في الحل ده نمرة واحد هاجي عند السبيكة اللي أنا طالبها اللي هي 20% وروح عامل خط رأسي زي ما احنا شايفين واجي عند درجات الحرارة المختلفة اللي هي 100 و200 و300 وعمل خط أفقي أتقطعوا الاثنين في نقطة أهم أتقطعوا الاثنين في نقطة تمام؟ أيها قد النقطة طيب أبص للفيز اللي عندي هنا نقطة قطعة تقول لي الفيز أبص لقى عندي ألفة زائد بيت يبقى عندي 100 عندي ألفة زائد بيت تمام؟ أروح راجع تاني أبص لقى عندي من نقطة التقاطع أمشي جهة اليمين لغاية لما أقطع أول كيرفي أمني قدي نقطة 2 أنزل تحت فداني النسبة دي وامشي من نقطة التقاطع جهة اليسار لغاية لما داني نقطة 3 أنزل بخط رأسي فداني النسبة دي فبقيت لقى عندي وسميت النقطة دي 2 وسميت دي 3 يبقى لما أجيب نسبة الألفة أبص لقى هي بتساوي المنطقة البعيدة يعني بتساوي 1-2 على 3-2 تعال نشوف كده أو ممكن نقول إنها بتساوي 2-1 على 2-3 ماشي الحال بسيطة أبص لقى عندي 1 كانت النسبة 95 وعفوا عندي 2 كانت 95 وعند 1 كانت النسبة 40% وعند 2 55 زي ما هي وعند 3 كانت 5 يبقى عندي 55 على 90 أضربها في 100 تديني نسبة 61% بينما البيتا الواحد كانت عند 40 وال3 عند 5 والاثنين عند 95 والثلاثة عند 5 يبقى 35 على 90 في 100 بالساوي 38 تسعة من 10% برضو لاحظ حاجة مهمة جدا إن المقام واحد في الاثنين شيء طبيعي لأن المجموعة الاثنين يجيب 100 إن أنا كمال لو جمعت 61 واحد من 10 و38 و39 لهم يديني 100% تمام؟ طيب تعالوا نسم المايكروستركشور عشان أرسم المايكروستركشور المتوقع يبقى أنا هشوف مين فيهم الأقل ألاقي إن البيتا هي الأقل تقريبا 40% وهنا واحد وستين في المية أروح أعمل تظليل كده بسيط وروح أخذ ساهم عليه وساميه بيتا ويبقى بقية الرسمة تعتبر إيه ألفا تعالوا نشوف نفس القصة عندي إيه عند درجة حرارة 200 عندي درجة حرارة 200 تمام؟ أدي هنا تقطعت النقطة هنا طيب أدي 40 عندي وتقطعت النقطة عندي درجة حرارة 200 أهي أدي واحد أهي من نقطة واحد أمشي جهة اليمين لغاية لما قابل أول كربي أمني سميتها 2 داش وروح تنازل بخط رأسي قدتني النسبة هنا ومن جهة التقطع أمشي جهة اليسار لغاية لما قدتني النقطة دي أنزل عندها وإيه ديني النسبة عندها تعالوا نشوف إيه طب أولا عند 40% كانت عندي الفيز اللي عندي لإيكويت زايد ألفا يبقى عندي ألفا بتساوي إيه ألفا إيه يبقى بتساوي 1 داش نقص 2 داش على 3 داش نقص 2 داش أهي 1 داش أو 2 داش نقص 1 داش على 2 داش نقص 3 داش ألا عند 2 داش عندي 57 نقص 40 اللي هي 1 داش وعند 2 اللي هي 57 نقص 19 يبقى النسبة 17 على 38 في 100 أداني 44 74 من 100 بينما الليكويد أرجع تاني الليكويد أهو يبقى تأثيره في المنطقة البعيدة يعني عندي 1 داش نقص 3 داش على 2 داش نقص 3 داش ورحم الديني برضو نفس النسبة اللي هي تعتبر إيه 40 نقص 19 على 57 نقص 19 بتسوي 21 على 38 طبعا لاحظ قبل حتى مضرب في 100 بص جده 17 21 يديك 38 يعني 38 على 8 يبقى 100 يعني فعلا مجموعة لتنين دول مع بعض يدي 100% طبعا نشوف كده أرسم الميكرو سراكشور إزاي أبص ألاقي مين فيهم الأقل ألاقي الألفا هي الأقل 44 74 من 100 يعني والتانية 55 يعني تقريبا الألفا تقريبا يعني أقل من نص بشوية من الليكويد أروح مظلل شوية تظليل بحيث أن يكون أقل من النص بشوية وأخذ سهم وأسمي ألفا ويبقى البيع عندي الليكويد وأبقى رسمة الميكرو سراكشور تعالوا نرجع تاني أبص ألاقي عندي هنا عند سبيك 40 ودرجة حرارة 300 أبص ألاقي نقطة التقاطع هنا يعني 100% وبالتالي يبقى الفيزيلي اللي عندي يعتبر 100% أعمل دايرة فاضية وأخذ منها سهم وأسمي 100%